كرار جريء بتأسية تكلفة الغاز الطبيعي على العمل المنزليين بمقدار 30 جنيه شهريا لمدة 6 سنوات بدون دفع مقدم بل بالعكس احنا مش مجرد كده لا ده كمان العميل اللي ما بيقدرش يتواجه لمكانا للتعاقد احنا بتواجه للمحل يسكنه بمجرد اخترنا في مركز التعاقد احنا حاليا في منطقة الهيكستيب المخطط لنا في المنطقة دي 5000 عميل فعليا احنا نفذنا منهم 30% من الشبكة الارضية نفذنا 400 عميل خارجي 100% في انتظار التعاقدات التعاقدات كان في اول اسبوعين عندي او اول 3 اسابيع 26 عميل بمجرد الكرار الجريء لوزير البترول وصلنا دلوقتي 180 عميل ولسه في استكمال وممكن نشوف مركز التعاقدات دلوقتي موجود معنا هنا استكمال لشغل الشبكات وهنشوف مع بعض بقية شغل الشغال فعليا في المواقع طبعا هو الحقيقة المشروع الغاز الطبيعي زي ما بنقول هو مشروع قومي ومشروع أخد أولوية أولى يعني الحقيقة واهتمام كبير من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا الحقيقة هو بيتابع تطور المشروع وعدد الوحدات اللي بيتم توصلها وإذا كان في عندنا أي معاوقات أو أي مشاكل بنتعرض لها أو بيتواجهنا في سبيل انهاء هذا المشروع بالأعداد المطلوبة الحقيقة نحن الحمد لله دنا ننسق مع كل المحافظين في كل المحافظات من أجل ان احنا نحصل على الترخيص الخاصة بالحفر وبتوصيل الخطوط في كافة المدن ولكن كان في بعض الأحيان بتواجهنا بعض المشاكل مثل مثلا ان احنا عدد التعاقدات المتوقعة ليست بالمستوى الذي كنا نرغبه علشان عملية الإسرع والإتيان بهذا العدد الكبير يجب ان احنا كنا نفكر بطرق غير تقليدية فالحقيقة سيادة الرئيس وجهنا بان احنا نتوسع في عملية القسط احنا زي ما كنت بقول احنا منشتغل بالقسط اللي هو عن طريق البنوك سواء البنوك زي بنك الناصر او بنوك التجارية ولكن طبعا زي ما احنا عارفين التعاقد من خلال التقسيط عن طريق البنوك لإجراءاته في نفس الوقت فيه فائدة البنك وبالتالي برضو الاقبال مش كبير اوي فالحقيقة سيادة الرئيس وجه بان احنا نتوسع في التقسيط ولو يكون حتى هذا التقسيط يكون من خلال شركات البترول شركات توصيل الغاز مباشرة وبالفعل هو ده اللي تم وبالتالي احنا لما اعلننا عن هذه المبادرة الحقيقة بحرص وبإيمان تام بالتيسير على المواطنين الحقيقة احنا بنيسر على المواطنين ومنسهلهم ومنشجحهم لانه في نهاية الامر هو حيستفيد واحنا هنستفيد والنهاردة هننجز وفي نفس الوقت طبعا احنا مش عايزين يعني نصعب على المواطن الاجراءات نحاول نسهلها بشكل كبير فلما يتم هذا التعاقد والتقسيط من خلال شركة توصيل الغاز مباشرة هيبقى اسهل يبقى كأنه شبك واحد هو بيتعاقد مع العقد لتوصيل الغاز وفي نفس الوقت هتعاقد معه للتقسيط ودي الحقيقة من ضمن الحاجات المهمة جدا والمبادرات الجيدة اللي سيد الرئيس وجه ليها انه احنا بننفذها دلوقتي علشان خاطر نقدر نستكمل المشروع القومي لتوصيل الغاز طبيعي المنازل وتحقيق المليون و350 ألف وحدة بإذن الله تعالى علشان خاطر نقدر في خلال بالكتير السنتين من الثلاثة الجايين نكون خلصنا تماما على قائمة انتظار توصيل الغاز طبيعي المنازل إن شاء الله بنشكر الرئيس السيسي ووزير البترول انه موفرنا الغاز في المنطقة بتاعتنا هو أحسن من الأمومة لأن الأنبوبة غالية 65 جنيه دلوقتي الغاز هي وفر لنا حاجات كتيرة والحمد لله وحنا بنشكر المسؤولين وهنا الناس قموا معنا بالواجب وما فيش تعقيد ما فيش روتين الولاد بيجي بيخلصوه وموضوع القص سهل لنا كل حاجة والحمد لله بنشكر طبعا فوق الكل هو الرئيس السيسي في نجاة هنا وعملنا المنطقة بتاع بصراحة الغاز لأن الأمومة غالية جدا وإحنا طبعا الحمد لله يعني هما دخلونا والناس بسهلين كل حاجة وتشكر الناس مشكروا الناس اللي يجي مركبونا برضو وناس فوق بصراحة يعني فوق الزوء بالنسبة للموضوع التأسيط ممتاز جدا وسهل علينا حياة كتير يعني مش هستنى لسه لما جمع فلوس عشان أقدم وريحنا موضوع الغاز من الأنابيب وسهر الأمومة العالي وتحكم هما البائعين دولة فينا والناس هنا متعونين جدا معانا والحمد لله يعني حتى أنا بسأل فيه رسوم بك الدفع وحاجة قالوا لا كله بقى بالتأسيط على الفواتير أنا بوجه الشكر للسيد الرئيس العظيم عبد الفتاح السيسي اللي إحنا في عصره كل ما نبنى بنزيد الظهار بإذن الله والمشاريع اللي ما كانتش بتتعمل على ممر أنا يعني أنا عندي خمسين سنة يعني أنا بشوف مشاريع بتتعمل في سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه خلي بالك ابن البلد اللي بحقه حقيقي الرئيس المحترم اللي ما بيسبش ولا أي مواطن ولا أي منطقة كل العشوائيات وكل النظافة اللي حصلت دي حصل في ساعة عصر سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كم عانينا إحنا من الأنابيب والناس اللي جشع التجار بتاع الأنابيب الأنبوبة توصل 100 جنيه وتوصل 90 جنيه وسنين طويلة فالمشروع ده يا جماعة ده يعني مشروع كبير والحمد لله اللي أخيرا ربنا كرمنا بمشروع الغاز لأن يعني توجهنا لجهات كتير ما كانش كان فيه استجابة ولكن الحمد لله رب العالمين السيد الوزير ده يعني من ناس المحترمين استجاب لينا وربنا كرمنا والغاز كده تمام ومية المية بالنسبة للتسليلات احنا بنشكر السيد الوزير على التسليلات اللي أقدمها هو دلوقتي القصد حيكون على مدة ست سنين يعني 30 جنيه في الشهر ده في متناول الجميع وبنشكره على هذا الإجراء اللي ما كانش حد يحلم به قسم التحقودات تا شركة توينجاز إن هي نزلت بنفسيها لأنه في ناس مش قادرة تنزل تتعاقد فنزلوا لحد البيت وزي ما انتم شايفين حضراتكم التعاقدات احنا بنتعاقد واحنا في قلب البيت ما روحناش ولا أي منطقة ولا أي مكان لأن الناس مش قادرة تنزل فالتعاقدات جت لنا لعند البيت زي ما انتم شايفين حضراتكم وده خلي بالك على ايه على وجه العموم مش لا مش لاي حد خاص ده هم بيلفوا في المنطقة على البيوت بيت بيت عشان يتعاقدوا مع الناس ويقدمونهم كل التسهيلات نشكر سيادة الرئيس ونشكر سيادة الوزير البترول على أنه وصل لنا الغاز الطبيعي وعمل لنا المبادرة بتاعت اللي هي القسط الشهري 30 جنيه على 6 سنين تمام؟ وهو يعني مشروع الغاز الطبيعي أنه يوصل للمنزل تمام؟ أنه ريحنا وبعدين بصراحة الشركة جت تتعاقد معنا في المنزل شكرا